نتكلم اليوم الآن عن نيزل كونسننت ما هي أصوات النيزل كونسننت هي أصوات أنفية أصوات أنفية هي من اسمها من النويز نيزل طيب يقول there are three phonemes هنالك ثلاثة فونيمات أصوات in English باللغة الإنجليزية which is represented by a nasal consonant واللي هي تمثل أصوات الكونسننت اللي هي من هي اللي هي الما والنا والانج طيب in all the nasal consonant the soft bullet is lower هنا اختلف الوضع هنا السفت بلت راح يكون من خفض والهوى راح يطلع من خلال الانف طبعا هذا كلش مهمة هذا تعريف أصوات النيزل من there head and noise the mouth passage is plucked at some point so that all the air is pushed out of the noise هذه الحالة الوحيدة اللي الهوى راح يطلع بيها من خلال ال noise هي فقط هذه الأصوات النيزل أما كل الأصوات اللي أخذناها قبل فهي أصوات oral يعني فاموية أما هذه فهي نيزل أي بمعنى أنفية أي بمعنى أنفية النيزل أنفية طيب طبعا هناك ملاحظات تخص أصوات النيزل مهمة جدا طبعا أول ملاحظة دعنا نكتبها أول ملاحظة تخص النيزل أول ملاحظة أولا نكتبها هذه الملاحظة الأولى the softball is lowered هذه ملاحظة رقم واحد ملاحظة رقم واحد the softball is lowered the softball is lowered هذه ملاحظة رقم واحد طيب الملاحظة رقم اثنين ملاحظة رقم اثنين all nasal sounds are voiced كل أصوات النيزل هي أصوات voiced يعني أصوات مهموسة يعني أصوات ضعيفة أصوات short قصيرة طيب ثلاثة طبعا طيب طبعا عندنا ملاحظتين كل مهمة لازم نكتبها عن أصوات النيزل طيب الآن عندي هاي الماونة رح نجي بناخذ ملاحظات عادي نقطة الأولى the softball is lowered the softball is lowered the softball is lowered ملاحظة رقم اثنين يقول for me بالنسبة لنطق صوت الماء the mouth is blocked by the closing two tips the mouth is blocked by the closing two tips من خلال من خلال الشفاء أما بالنسبة لنطق صوت النه by the pressing the tip of the tongue against the alveolar أما بالنسبة لن الشفاء فالسفتبرت اللسان رح يلامس منطقة ويغلق الهواء ملاحظة كل مهمة N و M يوجد فرق عند توقف هذه الأصوات من المسؤول عن توقف هذه الأصوات مهم جدا الما الشفاء أما النه فهو ضغط الضغط المقدمة اللسان the tip of the tongue against the alveolar ridge تلامس أو تكون باتصال مباشر مع ال alveolar ridge hardball and softball alveolar ridge ال alveolar ridge ال alveolar ridge المنطقة اللي بصف الأسنان رقم ثلاثة both sounds are voiced هل ملاحظة كل مهمة يقول لا اثنين هم يكونون voiced و احنا هل ملاحظة أصلا جميع أصوات النيزل هي جميع أصوات النيزل هي voiced بس جدا ملاحظة مهمة خاص هذه طبعا الرسم مهم جدا بالنسبة للم والن بالنسبة للم والن طبعا احنا ذكرنا انه الماونة اكو ملاح اكو تعريف هنا النيزلايد فاول تعريف النيزلايد فاول تعريف مهم جدا ايضا موجود في الملزمة ايضا راح نفكر تعريفه مهم كل شي طبعا الآن عندي فاة شغلة مهمة احنا ذكرنا انه الماونة اثنيناتهم هم voiced consonants وال voiced consonants يكون ضعيف لذلك الصوت الماونة راح يجعل صوت العلة اللي قبلها أطول مثلا هنا عندي send طويلة شوية send send ten one لم لم شوية طويلة الماونة طول لانهم ضعيفات احنا ذكرنا انه الضعيف يطول والقصير يقصر القصير عفوا القصير يطول بالعكس يعني قنا العمل بالمحاضرات السابقة ذكرت انه الان الان اي صوت يجي وياه قد يكون اه راح يجي اي صوت وياه نحط له شواء هاي ملاحظة صحيحة مية بالمية ولكن الان مرات يكون فتشي يسمونه سلابك سلابك ان طيب شن يعني سلابك ان طبعا الان هذا النه is often syllabic that it is occupied the place at the center of the syllable which is usually the occupied by vowel طبعا بنقول syllabic أو syllabic طبعا هذا تعريف مهم جدا بالاصفر ولكن خلينا نجمحه راح اوضحه بطريقة حقيقة يعني هي طريقة يعني تفيد الطالب اللي بعده لسه ما فهم شن يعني السلابك يعني كبداية طيب خلينا نكتب ملاحظة السلابك السلابك معناه كلمة سلابك سلابك معناه سلابك معناه هو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يأخذ الصوت الصحيح دور صوت العلة أن يأخذ الصوت الصحيح دور صوت العلة يعني بطريقة أخرى يعني الان راح يجيني ببدال صوت العلة وكأن العلة راح ينهذف ونحط ببدالة ان هذا هو سلابك أعيدها مرة أخرى شن يعني سلابك يعني معناها أنا عندي علة راح أحذف صوت العلة وحط ببدالة ان الان راح هو راح يأخذ العلة يعني راح يصير بدال العلة راح يلعب دور دور العلة يعني هو معل هو كونسونت ومن أصوات الكونسونت ولكن راح يأخذ دور العلة لذلك نسميه كونسونت نكتب ملاحظة نكمل ويرمز ويرمز للسلابك ويرمز للسلابك بوجود نقطة تحت الصوت ويرمز لسا لابك بوجود نقطة تحت الان انا عندي ان جواها نقطة انا عندي ان جواها نقطة طيب اذا انا عندي كلمة person عندي حرف ال او بالنص حرف ال او حرفت حذبت وحطيت ان وحطيت شخطة فوجها ليش غليت هاي نقطة لجوا معناها هذا سلابك زين استاذ محمد لعد وال او والراح ال او هو هذا ال او راح وحطينا بدال ال ان الان ال 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 ان هنا هذا هو النقطة هذا يسمونه سلابك السلابك يعني اخذ دور العلة يعني لعب لعب دور العلة وكأنه هو صوت العلة انا عندي كلمة fashion fashion عندي هنا اي و او ذول الحرفين من راحة انحذفن شو نحط ببدالهم نحط ببدالهم ان او بالسلابك كذلك عندي كلمة reason reason نحن ما نقول reason نحن نقول reason reason طيب ال ان و الراح لان انحذف شنو نحطه ببداله نحطه ببداله ال ان سلابك عندي even نفس الحالة ال اي راحة ونحطه ببدالها نقطة عندي region region عندي ايضا نفس الحالة ال اي اون حفت ونحطت ببدالها ان او سلابك وهاي ان او سلابك اخذت دور العلة اخذت دور العلة طيب شون عرفتها سلابك بيها نقطة بيها نقطة اذا ما حطت اين نقطة حلك صفر حلك غلط حلك غلط تعريف سلابك مهم حفظ عليه مثال كلش مهم وهذه الامثلة للرسم الصوتي قرأتها الان جدا 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 مهم بقينا الصوت الاخير اللي هو صوت ال انج 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 وهذا ذكرناه دائما يجينا على شكل انو جي بالرسم الصوتي طبعا هذا بالرسم الصوتي هذا مثل ما نشوفه اولا طبعا السوفت بلت يكون نازل يجول هو رح يطلع من خلال الخشم وشوف اللون صايرة الرسم مالته شون صاير لهاي يجعل النقاط مالته اولا الى ثلاث نقاط السوفت بلت ازلور ذكرنا هاي نفس النقطة هاي ما يحتاج هاي هاي نفسه ثابته بالنسبة للمونة والانج نحفظ نقطة واحدة ونطهم اياكلهم رقم اثنيين the mouth is blocked الهواء the mouth is blocked الهواء راح يحبس او يتوقف by the back of the tongue بنهاية اللسان breast against the softball نرجع لللسان يقول نهاية اللسان هو اللسان هذا وانا مقدمته وهذه هي نهايته حلو طيب يقول نهاية اللسان تلامس السقف الفن صحيح هاي هنا لذلك الهواء ما يقدر يطلع مننا ليش؟ لانه نهاية اللسان متلامسه بسقف الفن what is this sound is voiced حنا ذكرنا كل اصوات الناسل هي voiced كل اصوات الناسل هي voiced فهاي واحدة نحفظها يعني النقطة الاولى والثالثة هي هي ثابتات كل الاصوات موجودة فانا بس عندي رقطة ثانية احفظها بس ما عندي هنا بعد فتشي بس هنا عندي ملاحظة كلش مهمة يقول صوت الing does not occur at the beginning of the world صوت الing ما يجيني بداية الكلام ابد ملاحظة كلش مهمة ing ما يجيني بداية الكلام يجيني بالبداية ففي النهاية عفوا يجيني بالوسط ولكن ما يجيك بالبداية ابد ملاحظة مهمة ولازم الرفق تزعج عندي مثلا كلمة singa ذكرنا شوف شلو نصير برسم الصوتي hang up نفس الحالة ما عندنا ايشي جديد يعني حتى هاي الكلمة بالذات موجودة قبل احنا ماخذينها لو اجينا على كلمة bring it شوف مش كبرها كلمتين بس هي بالحقيقة جدا سهلة ال-b هو b نفسه ال-r هو r نفسه ال-i هو i نفسه بس ما شيري نقطة من عندها وال-n و جين حطها ing وال-i-t هي نفسه بس شيري نقطة من عندها وال-i-t هي نفسه بس شيري نقطة من عندها يعني اصلا بسيطات كل شي شايد عندي كلمة long ago long نفسها تقريبا اللي بس ال-ng كتبتها ago ago صوت ال-o ago عندي wrong again 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 ما يعني كلمات ان شاء الله مجرد شوية نتعب عليهم هذا طبعا كل ما موجود بالنسبة لأصوات النازل وشكوا ملاحظة مهمة تقريبا احنا اخذناها وانطيناها